شهد العام 2022 طفرة في الإنجازات العلمية التي حققتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فوضع التلسكوب جيمس ويب في مداره المخصص له في إحدى النقاط البعيدة عن كوكب الأرض كان أحد أهم تلك الإنجازات وبعد خضوع التلسكوب لتجارب ضبط البؤر البصرية لمراياه الذهبية بدأ بإرسال صور فريدة للفضاء الخارجي الصحيق أول هذه الصور لنجم يبعد عن الأرض مسافة ألفين سنة ضوئية سطوعه يفوق سطوع الشمس بنحو 16 مرة ومن بين الصور التي أرسلها التلسكوب جيمس ويب أيضا صور لأعمدة الخلق الشهيرة أما الإنجاز الثاني مشاهدين الذي تفخر بتحقيقه ناسا فهو نجاح مسبارها دارت في شهر سبتمبر بالاستضام بكويكب صغير في تجربة الهدف منها معرفة مدى إمكانية منع صخرة كبيرة في الفضاء من الاستضام بالأرض بحرفها عن مسارها بسلام الإنجاز الكبير الذي تفخر به ناسا أيضا هو نجاح مهمتها أرتمس وين في أولى رحلاتها التجربية غير المأهولة للعودة إلى القمر ففي منتصف شهر نوفمبر وبعد تأخير لمرتين انطلق إلى الفضاء أقوى صاروخ صنعته ناسا ويدعى SLS حاملا معه مركبة أوريان غير المأهولة لوضعها في مدار أبعد من القمر مهمة الرحلة التي استمرت 25 يوما قبل عودتها الآمنة إلى الأرض تعدف للتحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل تواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة وذلك بعد 50 عاما من مهمة أبولو الأخيرة إلى القمر هذا ويترقب الخبراء أن تحمل السنة الجديدة مفاجأة وابتشافات في برامج الفضاء فقد خصص الكونغرس الأمريكي ميزانية قارب 30 مليار دولار لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أجل تشجيع أبحاث الفضاء رحلات واكتشافات وبرامج تكنولوجية ناجحة في عالم الفضاء أبرز إنجازات الولايات المتحدة في العام 2022 في هذا المجال لقد كانت سنة مميزة أعتقد أن الإنجاز الأكبر هو أمر لا يزال مستمرا إنه إطلاق التليسكوب ويب وهذه ثورة في نظري لعلاقتنا بالكون ليس فقط الكون العميق وبداية تاريخ الإنسانية ولكن أيضا نظرتنا إلى النظام الشمسي التكلفة الباهظة للبحوث وتجارب الفضاء انتقدتها عدة هيئات ومنظمات دولية ترى أن للإنسانية أولويات أخرى إلا أن الخبراء لديهم رأي آخر أحد الأشياء التي يقوم بها برنامج الفضاء هو توسيع نطاق الفرص للبشرية ككل إنه يوفر ذلك على المدى البعيد ويوفر أيضا الأمل في تحقيق التكنو الوجه أفضل والوصول إلى موارد أكثر شمولة لذا يمكننا القول إن ذلك استثمار في مستقبل للبشرية كافة وقد خصص الكونغرس الأمريكي ميزانية تقارب 30 مليار دولار لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أجل تشجيع أبحاث الفضاء شهدت سنة 2022 إنجاز عدة برامج أمريكية في الفضاء ويترقب الخبراء السنة الجديدة وما تحمله من مفاجآت واكتشافات لبرامج من شأنها أن تساهم في حل عدة مشاكل في العالم أهمها وصول الأنترنت للجميع ريدا بوشفرة الحرة فلوريدا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية نيوهام شرعالم الفضاء ريك فيينبرغ أهلا بك معنا سيد ريك إذن ذكرنا سلسلة طويلة من الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء خلال العام الجاري ولكن ما أهمية كل ما تم تحقيقه في هذا المجال من المنظور العلمي هي مهمة جدا لأنها تتطرق إلى مسائل كان العلماء يطرحونها منذ أجيال والآن مع التكنولوجيا الجديدة مثل تليسكوب جيمس ويب وأرتيميس والمعدات من ناسا والعودة إلى القمر نستطيع الإجابة على بعض هذه الأسئلة وهي أسئلة قديمة مثل كيف جئنا إلى هنا ماذا كان من قبلنا ما هو مستقبل الكون وهنا نتحدث أن هذه الإنجازات كيف من الممكن أن تعود بالنفع على البشرية والعالم وخصوصا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون متى سنلمس الفائدة من كل هذه الأبحاث الفضائية التي يجري التركيز عليها في العقدين الأخيرين الكثير من الفوائد العلمية تتراكم بسرعة مثلا رأينا بالفعل بعض الاكتشافات الهامة من خلال تليسكوب ويب مثل المجرات التي رأيناها ولم نرها من قبل ولكن الكثير من هذا مهم فقط للعلماء ولكن المسألة مثل محاولة تبرير الفن أو الموسيقى هذه لا توفر بالضرورة فوائد عملية للناس وإنما هي فوائد روحية وفوائد عاطفية وثقافية ونحن ننفق الكثير على إنتاج الفن والموسيقى أكثر من ما ننفقه على إطلاق مركبات فضائية هذا جهد إنساني والناس كانوا يطرحون أسئلة أساسية عن الكون منذ فجر التاريخ وسيستمرون في طرح هذه الأسئلة إلى أن نحصل على إجابات الفائدة تعود إلينا كنوع من أنواع الحياة يعني بناء على كل النقاط أو الإنجازات التي ذكرناها بالنسبة للعام الجاري سواء كانت مهمة أرتمس أو جيمس ويب أو حتى مهمة دارت هل يمكن أن نقول بأن هذا العام هو كان العام الأنشط بالنسبة لوكالة الفضاء الأمريكية فيما يخص موضوع التحركات والبحوث الفضائية والتركيز عليها والذهاب إلى ما هو بعيد وتحديدا عندما يتم الحديث عن تجنب استضام أي صخرة أي كواكب آخر بالكلة الأرضية وإبعاد ذلك الجسم بسلام وإن كان ذلك سيناريو افتراضي قد يخشى من حدوثه على أرض الواقع نعم أعتقد أن عام 2022 كان واحد من أهم الأعوام إثارة في مجال الفضاء تليسكوب ويب ثبت أنه أكثر نجاحاً أكثر مما كنا نحلم وأيضاً مسبار دارت استطاع أن يبعد كتلة صخرية عن مدارها ونحن لدينا إمكانية أن نحول مثل هذا الجرم السماوي هذا شيء مهم جداً وبالطبع مضت خمسون عاماً على هبوط الإنسان على القمر ولم تكن هناك مركبة فضائية قادرة على أخذ الناس إلى القمر حتى هذا العام وسنرسل المزيد إلى القمر وهذا مثير اللافت أيضاً في هذا العام بأن نشهدنا صفقة بين ناسا وسبيس إكس بمليار واربعمائة مليون دولار إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن أيضاً هذا تحرك لافت وأن نشهد شراكة ما بين ناسا وإحدى الشركات الخاصة في هذا المجال الرائد نعم أعتقد أن هذا مهم جداً أولئك الذين تابعوا البرنامج الفضائي منذ بدايته دائماً اعتقدنا أن السفر عبر الفضاء يجب أن يتبع مساراً مثل السفر الجوي أو السفر في الجو في نهاية المطاف هناك شركات تجارية تقوم بإدارة هذا السفر لأن هذا يمكن المنافسة وتخفيض الأسعار أيضاً بالنسبة لناسا عليها أن تتعاون مع شركات خاصة في وضع مركبات في المدارات وإرسال البشر إلى القمر هذا تطور مهم جداً وكل المتحمسين للفضاء يرون هذا إيجابياً الآن دخلنا عصر السياحة الفضائية وهذا شيء كنا نفكر فيه لسنوات والآن نرسل أناس عاديين إلى الفضاء نعم العملية مكلفة ولكن لم تكن ممكنة بدون برامج الفضاء التجارية والأسعار ستنخفض في العقود القادمة واللافظ سيد ريك بأن كل الأدوات مطلوبة متوفرة لدى وكالة ناسا وكل ما تقدمه أيضاً أو يقدمه الكونغرس من ميزانية قد تؤدي إلى المزيد من الأبحاث والمزيد من التطور في هذا المجال وهنا سؤال يعني برأيك ما هي الإنجازات المستقبلية إن كانت كل الأدوات وكل ما هو مطلوب متوفر في هذه المرحلة كما مثل تليسكوب ويب نجاحاً هناك تليسكوب مهم آخر وهو نانسي ريغان وسيكون أفضل من هابل وسيشكل امتداداً لقدرات ويب وبالتأكيد سنرى أناساً على القمر مرة أخرى في السنوات القادمة ناسا تقول عام عشرين خمسة وعشرين وأعتقد أنه سيكون أبعد من ذلك لأن هناك بعض الأشياء الخاصة بالهبوط على القمر والتي لم يتم اختبارها بعد هناك عدد من بعثات ومهام الاستكشاف سنقوم بالعودة إلى الزهرة لأول مرة منذ عقود لاستكشاف فينس مثلاً ستكون هناك أيضاً بعثات فضائية إلى كواكب أبعد بكثير وبدأت أنظر على بعض هذه البعثات الفضائية وأقول لن تحدث وأنا حي وأنا أشعر بالإثارة أن أرى العالم عبر عيون جديدة الكثيرون ربما يشاطرونك هذه النظرة سابقاً كنا نتحدث ونقول ربما ما تقوله هو ضرب من الخيال الآن على ما يبدو بدأ يتحول إلى حقيقة موضوع الميزانية سيد ريك يعني الكونغرس خصص ميزانية ممكن وصفها بالمرتفع نتحدث عن 30 مليار دولار لوكالة الفضاء الأمريكية وبالتالي إلى أي مدى تتحكم أيضاً العوامل المالية ربما في تحقيق خطوات متقدمة فيما يخص هذا المجال معروف بطبيعة الحال بأنه مكلف مادياً أنه مكلف من ناحية مطلقة مليارات الدولارات هي مليارات ولكن لو نظرت على المسألة كجزء من الميزانية الأمريكية الكلية وعملت مقاربة مع ما ننفقه على أشياء أخرى فالمبلغ بسيط جداً إنه نسبة مئوية بسيطة من الميزانية الأمريكية أحياناً كانت النسبة أكبر أحياناً أصغر الآن هي حوالي 1% أو أقل من 1% ربما نصف من الميزانية الأمريكية ولكن إنه إنفاق كبير مهم بالنسبة للجهد الإنساني والطموحات أنا دخلت مجال العلوم لأنني كنت معنياً ومهتماً ببرنامج الفطاء عندما كنت أصغر لو تحدثت مع العلماء لقد حفزهم بعض الأشياء التي رأوها عندما كانوا أصغر سناً مثل الصور الرائعة من تليسكوب هابل ونجاح برنامج المكوك الفضائي هذه طريقة لتعزيز الاهتمام العلمي لدى الشبان وتوفير الإلهام وتوفير الأخبار الجيدة في عالم لسوء الحظ نرى فيه الكثير من الأخبار السيئة هذا إنفاق يستحق العناء لو نظرت على كم ننفق كجنس بشري على الفنون والموسيقى والأدب إلى آخره وهذا لا يؤدي إلى وضع الطعام على الطاولة عدى للموسيقيين والكتاب ولكن بالنسبة للجمهور لا يضع الطعام على الطاولة أو البنزين في السيارة هذا ليس المقياس الوحيد كي يكون الشيء يستحق العناء أم لا أنا أشكرك جزيلا شكر من ولاية نيوهامشير عالم الفضاء ريك فاينبرغ شكرا جزيلا لك